بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين مرحبتي بكم في حلقة جديدة في أيام جميلة مباركة ربنا يتغبل من الطاعات فيها عايزة أتكلم عن الرفض في كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا كل ما أمشي حتى بيرفضوني تقدم لي واحد يرفضوني أمشي شغل يرفضوني يعني دائما في حالة من الرفض ويشتكي ليه هو دائما مرفوض وحتى قبل ما يتخرج يقول لك يا أخي أنا أكيد بعد ما أتخرج ما حالقة شغل لأنه الشغل ده مفروض يكون ليه ناس معينين ناس عندهم واسطة في الحقيقة نحنا قاعد نمارس الرفض قبل ما يمارسوا علينا قاعد نرفض نفسنا نحنا أول حاجة ثم بعد ذلك بند الناس فرصة لأنه نحنا نرفض تخيل إنك شايل مشروع معين وماشي البنك ماشي البنك وإنت متردد جواك في إنه حيقبل المشروع ولا ما حيقبله أول ما تصل للبنك وتقول لهم يا أخي أنا عندي مشروع وتبتدي تقدم في المشروع بتاعك تأكد تماما إنك ما حتكون لأنك إنت نفسك متردد في المشروع بتاعك المشكلة ما فيك إنته المشكلة في المشروع بتاعك ولكن للأسف الشديد نحنا دائما نخطل المشكلة فينا نحنا بنحول المشاكل والأفعال لحاجات ذات فهذه شكالية كبيرة جدا الرفض تأعرف تماما إنه الرفض ما لك إنته الرفض لمشروعك لكن تخيل نفسك إنت شايل مشروع هذا المشروع متأكد تماما إنك إنت ضابطه تمام إنه منسبة نجاحه مية في المية قبل كنت متردد خيل إنك إنت لما تكون متردد إنت نفسك لما يكون عندك جزء من المال بتحاول ما تستسمره كله ليه لأنك متخوف لأنك متردد لأنك شاكي لكن لما يكون عندك خاطئ نسبة النجاح بتاعتك مية في المية أول حاجة بتعملها إنك كل المال اللي عندك بتخش شو فيه ثم بعد ذلك بتمشي تستلف بعد ذلك تمشي تخش في استثمار مع البنك لما تمشي للبنك وإنت مقتنع هتتكلم كيف أكيد هتكون خالف رجل على رجل هتقول لهم نادو لي مدير البنك وتبتلك تتكلم بقوة وبثقة لأنك أنت تثق في هذا تثق في المشروع بتاعك إذن المشكلة في النقد أو مشكلة في الرفض ما فيك أنت 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 رفضت نفسك أنت الفهمت رفض الآخرين لمشروعك لعملك هو رفض لذاتك أنت ما في حد قصدك أنت في نفسك فكل الرفض وكل النقد موجه للسلوك اللي أنت قمت به للمشروع هل ممكن نحن نعدل أكيد نحن ممكن نعدل بس أهم حاجة تبتعد بالنقد ليه لك أنت لنقد لمشروعك طيب المشروع ممكن أن أعدل فوق وممكن أن أصلح فيه ولكن خلي الزاد بتاعتك سليمة لأنه النقد اللي أنت بقوم تجيبه أنت نفسك لأنك أنت رافض نفسك فقوم تفهم أي نقد عبارة عن نقد لنفسك هيصد شنو؟ هتقول طوالي يا أخي أنا الزودة قاصدني أنا أنا معناته في كده يقوم يسهر صورة باهتة أو صورة كانت بايتة قاعدة جواكة هذه الصورة نمت بأنك أنت مرفوض أو تعمق قصة أنك أنت مرفوض وتحيش حياتك كلها كأنك أنت منبوز ومرفوض ما في شخص بيرفوضك أنت في حد نفسك ولكن الرفض هي للسلوكيات والأفعال حتى لو فهمت غير كده يا ريت أو في ناس كثيرة عندهم حساسية في الموضوع بتاع الرفض فنحن عايزين أنك أول ما تسمع رفض تعال وتخيل كأنه الآن أنت طلحت من جسمك اللي أنت فوقه الآن وفي شخص ما قاعد يتكلم معاك بعيد منك كأنه النقد بعيد منك هنا حتقبئ أنك قادر تفهم هل هذا النقد هل هذه الكلمات موجهة كانت لي أنا شخصيا يعني هو بقول لي المشروع بتاعك ده انت غبي يعني ما ممكن طبعا حيقول لك يا ريت والله المشروع بتاعك ده مشروع فاشل المشروع هو الفاشل وليس إن ده الفاشل لاحظ بس لكن نحن هنفهمه هنفهمه بنان على استعدادنا القاعد جوانا على الصورة القاعدة جوانا اللي بتقول إنك أنت مرفوض فإنت ما مرفوض إنت قاعد ترفض نفسك فمن اليوم يا ريت تتغبى نفسك كما هي ثم بعد ذلك أعرف إنك أنت لنفسك عندك صورة داخلية أنت مقبول ولكن قد يكون في إشكالية في سلوكياتك قد يكون في إشكالية في حاجة بعيدة منك في مشروعك ولكن أنت خليفة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض أنت ما في أي حد يقدر يرفضك في حد ذاتك طيب ده بالنسبة للمشاريع بالنسبة ده كله بينمي فينا ذات هذه الذات مفروض تكون قوية ولكن الرفض مثلا في ناس كثيرة قبل ما يكون هو ماشي يخطف فتاة معينة فيتلقاه هو ماشي وخاتفي ذهنه إنه في نسبة كبيرة أو نسبة 80-90% إنه حيرفضه أول ما حايمشي ويحاول يتكلم مع أهله فتلقاه جاب ليه كلام هذا كلام هذا الكلام هذه السلوكيات الحصلت منه في اللحظة ديك حتكون نابعة من الزات أو الصورة الداخلية ليه لأنه لازم تتحقق الصورة الداخلية فأول ما طلع الصورة الداخلية تقول إنه كنت مرفوض فالعقل يفهم إنه هذا هذا هدف بالنسبة لي وإنت عايز تحققه يخليك تعمل بعض ردة فعل تصهر سريعا كده الناس يخذتوا في ذهنهم إنه عندك سلوك خطأ ويرفضوك ما عشان ذاتك لكن يرفضوك عشان سلوك والسبب نظرتك لنفسك اللي بتقول إنه أنا مرفوض وأنا دائما مرفوض أنت ما دائما مرفوض أنت مغبول ولكن ممكن وده شي طبيعي ما فيه مشكلة إنه يكون عندك سلوك أو يكون عندك مشروع خاطئ فيه خطأ ما فممكن يتصلح فياريت تهتم وأعرف إنه النغض ما لك إنت أعرف إنه أي سلوكيات ممكن تتحاسف في مجالنا سلوكيات ولكن أنت إنسان رائع جدا جدا وحتحقق حاجات كثيرة وأنا بتأكد لو أنت بدأت معنا إن شاء الله هتصل للحاجة اللي أنت عايزة من غير ما أضطرك وتكون خاشية في الإطار بتاعنا هتحقق ما تريدي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا